طيب دايما الجملة المشهورة اللي احنا كلنا بنقولها بالمناسبة يعني مش جملة كاذبة يعني بيتسو موسماني هو مدير فني او مدرب المباراة الكبيرة مردان مباراة كبيرة لم ينجح فيها بيتسو موسماني مدرب المباراة الكبيرة لم ينجح امام ساندون زهابا وقيابا انا كان معلات سنة دي بيتسو موسماني مدرب بيعرف يعمل روتايشن وبيعرف غير اللعيبة والنتاج سيئة جدا في الدورة اربع مباراة دون فوز وانتصار اخير يعني بيشكل انفس ايه اللي بيحصل السنة دي مع بيتسو موسماني يعني انا مش هقدر اكايم موسماني في طوال تاريخها شراجل ناجح ناجح جدا مع النادي الاهلي ولكن الموسم ده تحت دينا فيه لغبطة وفي حياة غريبة طيب خليني يعني اخد الامور من اخر حدث اللي هو المباراة النهاردة طبع ونكمل على باقي الموسم مرهون بدأ كلامه قال دخلنا المباراة متأخر طبعو انت ليه دخلت المباراة متأخر لانه احنا كنا دايما بالراهن على انه الجملة اللي انت قلت اللي هي التحضير الذهني والنفسي والبدني الجيد من موسماني في المباراة الكبيرة ايا كانت محلية او افريقية طيب راهن بيتسو موسماني وراهن الجميع على انه لاعب النادي الاهلي معزولين تماما عما يحدث من معركة خارج المرحب مش معركة اليوم المعركة الادارية المعركة الادارية اللي بين الاهلي والكاف او ما بين الاهلي والكاف في العشر تيام اللي فاته طبعا راهن راهن خاسر على انه اللعباء معزولين واضح تماما اللعباء ما كانتش معدة جيدا على الصعيد الذهني كرة بتاعت محمد هاني الهدف التاني لو تعادت عشر مرات مهما كان محمد هاني سيء مش هتعدي بالطريقة دي سيء سهل انت بتلاب كرة مش هتسيب الكرة تفوت الكرة عمرها ما اتعدي ده انا مش حاضر ذهنيا في المباراة ده بمنتهى البساطة اخر عشرين دقيقة ضيعت كرة واثنين وثلاثة برضو ليه ليس الا انك انت مش انجيم انت مش محضر اللعيبة ذهنية للمباراة يتحملها الجميع لكن دوما لما كنا بنيدي الكريدت لمسيماني في الانجازات لازم لما اجي في المباراة زي دي اخد منه كتير جدا اشهله جزء من الكريدت تاني عشان يكون رجل موضوعي معركة خارج الملعب ما بين الاهلي والكاف هي جزء من القسارة اليوم لكن حتى مع هذا لو انا كنت قدرت اعمل عزل جيد لللاعبين ودخلهم في المباراة مكنتش هبدأ المباراة دي بقالنا 4-5 تيام عمليين بنتكلم على البداية المتأخرة استقبال الاهداف اضغط عليهم وقلقهم منك مش العكس بعملتش كده انت دخلت المباراة متراجع عملت ميد بلوك ديفنس او دفاع متوسط حاولت ان انت تقفل الملعب بشكل ما وتعمل الضغط ما قدرتش تعمل ده بل على العكس قبل الهدف مباشرة تزديدة من جاين بينزا في العرضة بعديها خطأ دفاعي وتم قطع الكرة بعد كده محمد هاني بعديها مباشرة هدف كل ده في 7 دقايق يعني اللي انا بقوله لك ده في 7 دقايق عمدي الاهلي مهمة بلغة الكرة يقول لك فيه فريق راكب فريق فنيا صح انت اول ربع ساعة دخلت الجيم متأخر جدا وفضلت طول الوقت بتحاول تعمل تراكينج بتحاول تلحق تلحق طول الوقت بتحاول تلحق انت بقيت برا الجيم نفسيا وزهنيا وفنيا وبتريت تحاول تعاوض متأخر قوي حتى التغييرات كانت متأخرة ولما تلاقي في الكرة الناس بتقولش احنا معا فلان ضد فلان لما يكون فيه لاعب او اتنين او تلاتة اوتو فورم مقبول ان انا اقول ان اللعيب مكانش في يومه صح انما لما لقي 13 او 14 لعيب باستثناء طاهر محمد طاهر النهاردة اوتو فورم مستحيلة شغيلها اللعيب صح مستحيلة شغيلها لازم اشغيلها للجهاز الفني زي ما كنت بديله كريديت قبل كده لازم اشغيلها للجهاز الفني مباراة النهاردة لها اسباب كتير قوي الخسارة لكن بما أننا نتكلم فنان فبيتسو يتحمل الجزء الأكبر طبعا بالإضافة للعبين اللي محدش ظهر بمستوى على الأقل المستوى الأفريج بتاعه المعتاد محدش ظهر وطبعا واحد من أهم الأسباب لحد أنه ما نكمل بعد كده أنه عمر السلية لأنه نجح وليد الركروكي أنه يعمل لك هو عزلك الخطوط بتاعتك طول المباراة طول الوقت هو بيعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه لأنه عزلك تماما بقت المجموعة الأمامية عبدالقادر وحسين طاهر وتاو معزولين تحتهم الاتنين ديانج وحمد فوادي تاني خالص الربع الخلف فوادي شكرا أنا كنت بحسيت بعد الهدف الأول تحديدا أنه الأهلي كان بيلاعب أربعة اتنين أربعة صحيح الاتنين قالوا ديانج وحمد فتحي هم أصلا ما فيش حد بينزلهم حتى ياخد الكرة أنت بتحاول طويل الوقت ترمي كرات طولية وفي أربعة وقفينه عند منطقة التمنتاشر بتاعت الوداد آه بسابي يعني الأربعة دول اللي هتوصل لهم من الكرة إزاي ما حدش كان بيسألوا على فكرة بقى بالمناسبة هو ده ما حصلتش بس في مبارات الوداد ده بيحصل في مبارات كبيرة وكثيرة لأنه دي الأهلي مع بيت سمو سيماني بالطريقة دي اللي هي أربعة اتنين أو أربعة اتنين اتنين اللي بيلعب بيها غالبا في أغلب المبارات الأخيرة اشتركوا في القناة